ينشغل دعاة التقارب بين الأديان بفكرة الحوار وتعزيز المشتركات بين الملل والنحل والطوائف والأديان لإشاعة السلام والمحمة بين الجميع. لكن هذه الفكرة قد تصطدم أحيانا بصنب العقائد الدينية وتثير الجدلة. وقد تأتي بنتائج عكسية. وهذا ما حدث مع القصة المصري دوماليوس حبيب إبراهيم. الذي أثار موجة انتقادات ضده بسبب ما وصفته الكنيسة القبطية بالسلوك غير المقبولة. الكنيسة القبطية الإرثوذوكسية أصدرت بيانا تبرأت فيه من تصرفات القصة دوماليوس بحسب حبيب إبراهيم طبعا. وتضمن ذلك عدة نقاط تمحورت حول سلوكه الكنسي غير المرغوبي فيه. حتى قررت إيقافه عن العمل الكهنوتي في شهر أغسطس آبا الماضي. وهو القرار الذي لم يلتزم به. بل تماد مؤخرا في تصرفاته المثيرة للجدل وفق بيان الكنيسة. جاء في بيان الكنيسة القبطية تحديدا. هذا الأب أثار الكثير من الأزمات والمشكلات عبر سنوات في كل كنيسة خدم فيها. وتنقل بسبب مشكلاته بين عدة كنائس طوال سنوات. حاولت الكنيسة من خلال آبائها حل مشكلاته ومعالجة أخطائه بروح الأبوة. حرصنا على سلامه وخلاصه أو حرصا على سلامه وخلاصه. وتم نصحه كثيرا ومنح فرصا عديدة. فعنا هذا بكل صبر وإناد وفي هدوء. بعد تحقيق الكنيسة أصدرت القرارات التالية. استمرار إيقاف القصد ديماديوس عن الخدمة الكهنوتية. منعه من التعامل مع وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي. قضاؤه فترة خلوة روحية في أحد الأديرة لمراجعة نفسه. وبالإضافة لإلزامه بالمتابعة لمدة عام. وبخلافه يجرد من رتبته الكهنوتية. تضاربت التفسيرات في تعليل سبب صدور بيان الكنيسة. وموقفها من القصد ديماديوس. رغم أنه ما يشكل عليه. ليس بجديد. لكن بعض الأراء رجحت أن تكون زيارته لمدينة مشهد الإيرانية. وكذلك ربما حديثه عن التشابه بين السيد المسيح والأمام الحسين. والإمام الحسين طبعا. بالإضافة لمشاركته في ذبح أضحية. بالتزامن مع عيد الأطحى. ولعل تعزيته بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. ومن معه في حادث تحطم الطائرة الرئاسية الإيرانية. كانت من بين الأسباب التي أرجع المغردون قرار الكنيسة إليها. فقد قدم عبارات المدح والثناء والترحم لرئيسي ورفاقه. فهناك ما يعتقد أن هذه التعزية هي مربط الفرس. والسبب الرئيس في تقليب صفحات الماضي للراهب. حتى وصل الأمر لقرار الإيقاف الكهنوتية. يؤسفني أننا نستيقظ على هذا الخبر الحزين. الذي أدمى قلوبنا وأحزننا وأوجعنا جدا. وهو وفاة السيد الفخامة الرئيس إبراهيم رئيسي. رئيس السلام. رئيس الحب. الذي لم تحدث في أيام رئاسته أيض حوب. ويكفيه فخرا أن يقف أمام الله أنه بيعمل سد للخير. رغم أن يمكن فيه منوشات بين أزربيجان وبين إيران. ولكن آخر حاجة عملها سد للسلام. ويدي ميا حتى الأعداء. مستخدموا وسائل التواصل لم يمفوتوا هذه القصة دون أن يبدوا ببعض الآراء حولها. كانت تفاعل غزينا ولكن اختاروا منه هذه التدوينات. حيدر فوزي يقول حكمة من قداسة البابا في غدارة مثل هذه الأمور. لكن أرجو عند اختيار الأب الكاهن أن يكون على ديارة راية وعلى حكمة كبيرة. ويخضع لبعض الاختبارات. علشان بعدين ما يتكررش نفس الموضوع. أما ماجد. ماجد نظيف يقول كله تمام وكويس ورائع. لكن البند رقم 3 غير مريح بالمرة. هذا رأيي شخصي. وأعتقد أنه رأي الكثيرين. إنه رأي الكثيرين. فالأديرة ليست سجونا. ومن مهمتها أن تكون أماكن لقضاء فترة عقوبة. أخيرا عماد بشري يقول صدقني. يعلم ربنا يا بختك حد يطول حياة وعيشة الدير دي. ستبقى أحلى سنة في حياتك. بس يا ريت ما يكونش النشر. هذا غلط عليك. رد القصد دوماديوس على البيان. البيان الكنيسة طبعا. بشكري قداسة البابا عبر منشور على فيسبوك. وهذا ما قاله. طلبت من اللجنة المجمعة أن ترتب لي لقاءا مع لقاء أبوة. أنتظره من قداستك منذ أحد عشر عاما. حتى الآن منذ ألفين وثلاثة عشر. وما زلت أطالب بهذا اللقاء حتى النفس الأخير. اسمح لي أبي قداسة البابا بلقائك لمدة نصف ساعة. لأجل سلام الكنيسة وبنيانها. وأنت تعلم جيدا مدى غيرتي وحرصي على كنيستي. وأن هذا البيان لتهديئة الرأي العام. الذي تعلم أيضا من أثاره ضده. كان القصد دوماديوس قد نشر عدة فيديوهات قبل أيام. عبر حسابي على فيسبوك للرد. على بعض المواقف التي أثارت الجدل حوله. وهذا ما قاله. السؤال الأول أنت مشلوح ولا لا. مش مشلوح ولا مقوفي لسه مصلي النهاردة الصبح قداس لأولادنا في السنوية العامة. وهنزلكم الصورة في التعليقات. ما فيش أي حد يقدر يكون عليه قرار ولا يطيع القرار. السؤال الثاني اللي هو يعني. قدسك بتشبه السيد المسيح بالحسين. طبعا الكلام ده ملوش أي دخل. وأنا سمعته بالليل وزهلت جدا من قناة الفكرة الحر. إنها مش حرة خالص. ولا عندها فكر. ولا عندها أمانة. وبتقول ربع الحياة. سيرة القصد دوماديوس تتنوع بمشاركاته الاجتماعية والدينية مع المسلمين. ومنها أيضا ترفيهية ورياضية. أيضا مثلا لعب البولينج أو البلياردو. ما يخالف ربما صورة رجل الدين التقليدي. وكذلك ظهوره مع رجال دين المسلمين أحدها في مطعم الشعبي لتناول الطعام. كذلك يشاهد بكثرة بين الناس في الشارع. تصرفات القصد يؤيدها بعض من من يرونه رجلا منفتحا. وبينما يعتقد أن تصرفاته لا تتلاءم فكرة ومضمونا مع رجل الدين.